إذن سيد جوهارين تعود بالمكتب مسيادة الفريق الكوكب المواقش في فرق كرة القدم كيف يمكن أن نفسر هذه النتائج التي يحقق فريق الكوكب تارة الانتصر خارج جمال دانه وتارة الانهزم بميدانه الأمر كان أعتقد أهم وأبعده كثير من نتائج موسم أو شيء من هذا القبيل يعرف الجميع أن الكوكب عنده بنيات أنه كان سباق في أشياء كثيرة وأنه كان يتميز من جملة ما يتميز به بتسير قار لأنه فيه واحد مجموعة مسيرين ومخلصين اللي الرغبة ديالهم أو الهم ديالهم هو دائما البحث عن الدرهم وفي ميدان كرة القدم أصعب ما كان هو جلب الموارد المادية فالنقل الأجور الأدوية كل ما يتعلق بتسير نادي هذا هم كبير يقين ناس عموما شر الشقاق والمشاكل وكل المادة منذ موسم أو موسم ونصف يعني جاب الله الكوكب للأسف يعني بتولية الكوكب بشيء أتمنى أن لا يبتل به الأندياء ولا كرة المغربية لأنه لما الكوكب كتمس بحل ويداد بحل الرجاء بحل الفتح بحل المغرب الفاسي هي رموز متع كرة القدم الوطنية وهذا أمر يهم الجميع جوج الأشياء صعيبة وخطيرة على الكرة المغربية أولها الخبراء اللي كيتعلموا تسير كرة القدم في المقاعي ويصبحون خبراء لمجرد أنهم كيتكلموا على كرة القدم وثاني شيء هي الأحادية الحزبية لأنه دائما وأبدا كانت يجتمعوا الناس كانت يجتمعوا بعض 15 و20 الناس من مشاريع سياسية مختلفة بلون واحد ولو الكوكب المراقشي الآن هذه الأشياء يعني يجب تفاديها وأعتقد أن في الكوكب رجال ومنخارطين وأناس سيتفادون هذه المشاكل إذن هل حاليا أنتم غير قادرين على تجاوز هذه المرحلة؟ لا لسناب ليس هناك عجز هناك أخلاق وحياء لما الرئيس استقال واللائحة اللي جابها الرئيس لأن هذه الناس كلهم من غير الرئيس لم يتقدموا إلى انتخابات جاءوا بمعيض الرئيس في لاحية تقدمت تقدم بها فلما انسحب الرئيس أو استقال الرئيس كان بالمنطقي أخلاقي وآدبيا أن ينسحه بالجميع وبالتالي لما عتنف من أصل 27 أكثر من 20 الناس انسحبوا لم يعود معنا لذلك المكتب المصير وأعتقد وأكرر أن في الكوكب من الرجالات من سيساعد على التغلب على هذه المشاكل